وعلى أهم شيء قمة المتحدة الاعتمادي أجندة التنمية لما بعد 2015 شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الخارجية شيخ صباح الخارج الحمد الصباح في الحوار التفاعلي الأول تحت عنوان إنهاء الفقر والجوع وشارك شيخ صباح الخارج الحمد الصباح في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الاستدامة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ونروى وقد ثمن المشاركون في الاجتماع دور دولة الكويت وجهودها لدعم الوكالة في جميع المجالات كما أعربوا عن الشكر والتقدير على دعمها الدائم وتضامنها القوي في فتح أبواب مدارس الوكالة في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطع غزة في الوقت المحدد حضر سمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر في العالم وبناء حياة كريمة للجميع وتكثيف الجهود لتقاسم الرخاء وضمان السلام لصالح الأجيال في المستقبل أصحاب السعادة رؤساء الدول والحكومات سيداتي وسادتي مرحبا بكم في الأمم المتحدة فمن دواعي شرفنا أن نكون مستضيفيكم هنا في هذه الزيارة التاريخية بالنسبة لمن تعز عليهم الأمم المتحدة فأن هذه القاعة قاعة مقدسة فما من قاعة أخرى أو منصة أخرى يمكن منها لأي قائد أن يتوجه إلى البشرية جمعا ولمدة عقود طويلة كان هذا تحديدا ما فعله قادة العالم أي سواء كانوا ملوكا أو ملكات أو رؤساء وزراء أو رؤساء جمهوريات وبابوات وعلى هامشي قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الحوار التفاعلية الأول تحت عنوان إنهاء الفقر والجوع والذي نقش سبل توحيد صفوف المجتمع الدولي لمواصلة السعي لإنهاء الفقر والجوع بشكل سنوي لكثير من المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في المجالين التنموي والإنساني وقد ساهمت دولة الكويت بمبلغ وقدره 300 مليون دولار لصندوق التضامن الإسلامي الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية للقضاء على الفقر في أفريقيا وعلى هامشي أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية الصومالة الفيدرالية عبد السلام هديلة عمر حيث جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حرص دولة الكويت على دعم كافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الصومالية للقضاء على الإرهاب كان اجتماعا جيدا للغاية فقد قابلت معالي الوزير مرات عدة حوالي 6 مرات حتى الآن وقد تناقشنا اليوم حول كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين الكويت والصومال وكذلك تحدثنا عن مكافحة الإرهاب الذي شهدته الكويت وتعاني منه الصومال أيضا كذلك تحدثنا عن المشاكل التي تواجه الشعوب العربية والإسلامية وتحدثنا أيضا عن افتتاح دولة الكويت لسفارتها في الصومال وقد اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع وزيرة خارجية جمهورية استونيا مارينا كالغوراند وتم التوقيع على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة بين البلدين الصديقين نشاط مكثف وحضور فعال لوفد دولة الكويت المشارك في فعاليات قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 برئاسة حضرة صاحب السمو وأمير البلاد حفظه الله ورعاه من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت